اشتركوا في القناة اعلام والاتصال بعد دراسة مستفضة على مستوى مجلس العمدة بكل مختلف الكليات على مستوى جامعة جزائي 3 حاليا نضمن التكوين في الشهادة المزدوجة معناها اعلامي ومتخص في التدريب الرياضي هذا انطلاقا من العز الذي ربما تعاني منه السحة الاعلامية فيما يخص الصحفيين المتخصصين في الجنب الرياضي كذلك ربطنا كلية الاعلام معناها الاعلامي والصحفي بالاقتصاد هذا كذلك نتيجة طالب كبير من اختلف الشركاء اللي يحبين يكون عندهم اعلامي وصحفي متخص في الجنب الاقتصادي كذلك ربطنا الاتصال بالعلوم السياسية دخلنا في التخصصات الغد خاصة مع القانون الجديد الذي جاء فيما يخص تسير البورصة واعتماد صمصار على مستوى البورصة افتحنا التخصص جديد اللي هو الفاين تاك الآن رانا في السنة الثانية يدرسوا البرنامج كله تقريبا بلغة انجليزية لان تخصصة الغد تحتاج الى التحكم في الامور التقنية الاعلامي الالي وكذلك التخصص في اللغات كذلك لدينا شاركة مع جميع الجزائر واحد على مساوى كلية الاقتصاد الآن رانا لأول مرة يعني على مساوى الجامعة الجزائرية يقدر يتخرج الطالب بليسونس اعلام آلي وليسونس اقتصاد تطبيقي شاركة بين الجامعة وبين وكاة الانباء الجزائرية هذا شارف كثير للجامعة الجزائرية الثلاثة وان شاء الله راح تكون عندنا فرصة لتطوير هذه الاتفاقية الى اتفاقية استراتيجية فيما يخص التكوين والشاركة على مساوى كل الامكانية الجامعة والاستفادة من الخبرة التقنية وخبرة التكوين وخبرة الصحفيين على مساوى الوكاة الانباء الجزائرية لإفادة كل أستاذة الجامعة أولا وكذلك كل طالبة الجامعة